العملية الثانية صفحة 31 في 2-1 اشترت المؤسسة مبنى بمبلغ 100 ألف ريال ليكون مقارا لها ودفعت قيمته لصاحب العقار بشيك مسحوب من حساب المؤسسة بالبنك والمطلوب تحليل هذه العملية إلى الطرف المدين والدائم ثم إثباتها في دفتر اليوم لتحليل هذه العملية نلاحظ أن البند الأول الذي تأثر هو بند المباني حدثت به زيادة لأنه لم يكن موجودا قبل هذه العملية والمباني هذا يمثل أصل وطبيعة الأصل أنه مدين وعند الزيادة تكون في نفس الجانب فيصبح أيضا مدين إذن الجانب المدين في هذه العملية هو البنك أو عفوا هو المبنى كذا نراحظ من الناحية الأخرى أن الذي انخفض هو البنك حدث به انخفاض وهو أصل والأصل طبيعته مدين وعند تخفيضه يصبح دائن إذن الطرف المدين في هذه العملية هو حساب المباني والطرف الدائن فيها هو حساب البنك إذن عند التحليل نلاحظ أن المباني زادت بمبلغ مئة ألف وهي أصل وعند زيادة الأصول تكون مدينة إذن الطرف المدين هو حساب المباني أما في الجانب الآخر حدث نقص في البنك والبنك أصل وعند نقص الأصول يتم عكس طبيعة الرصيد فيصبح دائن إذن الطرف الدائن في هذه العملية هو حساب البنك نذهب إلى دفتر اليومية نقوم بتصطير دفتر اليومية عبارة عن أربع أعمدة العمود الأول هو المدين والثاني هو الدائن المبلغ المدين والمبلغ الدائن ثم البيان ثم التاريخ نكتب في السطر الأول الطرف المدين ونكتب قبل منه كلمة من بما يعني أنه يمثل حساب أو الطرف المدين ثم نكتب في السطر الخاص به المبلغ المدين وهو مئة ألف ثم نترك مساحة وليكن صمتي في السطر الثاني ونكتب الطرف الدائن وقبل منه كلمة إلى بما يعني أنه الطرف الدائن ثم نكتب في خانة أو في العمود الدائن المبلغ وهو 100 ألف إلى حساب البنك بعد ذلك نقوم بشرح هذه العملية ونقول أنها عملية شراء مبنى بشيك وده ما يسمى بشرح القيد ثم نكتب تاريخ العملية وهو يوم 2 واحد ثم نأخذ خط في خانة البيان فقط لنفصل العملية عن العمليات التالية لها نؤكد مرة أخرى على أن كل ما يظهر أمامنا يمثل قيد يومية قيد اليومية له طرفين طرف مدين وطرف دائن نكتب قبل الطرف المدين كلمة من وقبل الطرف الدائن كلمة إلى